السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اذا مرحبا بكم في تمرين في من سلسلة تمرين دراسة الدول اذا نعتبر دالة اف المعرفة كالتالي افل اكس ساوي اكس زائد واحدة للجدر اكس كاري زائد اكس احدد داد اف حيث تعريف دالة اف سؤال ثاني احدد معادلة لمقارب المائل لمحنانة دالة اف بجوار تسافين اذا اول سؤال سوف نحدد فيه مشموات التعريف داد اف تساوي اذا اكس عدد حقيقي شروط عندي مقام وعندي جدر اذا يكون لدينا واحد تعبير بوحده في الجدر يعني لدينا واحد تعبير عدد مثلا على الجدر ليش تعبير اذا هذا تعبير هذا يكون موجب قطعا يعني الشرط يكون موجب قطعا لانه يكون متاحة الجدر يعني اكبر او يساوي السفر وفي المقام يعني يخالف السفر والشرطين بجوج كي يعطينا الشرط ديل انه يكون موجب قطعا لكي لديك عددك اكس كبير او تساوي السفر ويكس تخالف السفر اذا اكبر او تساوي يعني اكبر قطعا او تساوي اذا تقاطع ديله ويعطينا ان اكس اكبر قطعا من السفر اذا اكس كاري زائد اكس اكبر قطعا من السفر باش ندرس الاشارة ديله المتراجحة اذا كنحل المعادلة اكس كاري زائد اكس تساوي السفر كنعمله بيكس كيبقنا اكس زائد واحد اذا جداء يساوي السفر يعني اما اكس كساوي السفر او اكس زائد واحد يساوي سفر اذا اكس يساوي ناقص واحد او اكس يساوي سفر اذا باش نحدد الحل ديله المتراجحة سننتج جدول الاشارة جدول الاشارة اذا عدنا اكس وعدنا اكس كاري زائد اكس يعني معادلة من الدرجة الثانية او حدودها من الدرجة الثانية عندها شوش ديل الحلول اذا كما سبق لكم باش تعرفشو اه على في قاعدة الاشارة بكيكو عدنا حدودها من الدرجة الثانية كتقبل حلين اذا هناك تكون اشارة خارج الجدرين اشارة ا واشارة ا هنا هي واحد اذا سائد سائد وداخل الجدرين عكس اشارة ا اذا احنا عدنا موجة قطعا اذا سوف نأخذ المجالات لموجبة اتحاد المجالات لموجبة ومدى موجبة قطعا يعني لا يكون عدنا المجالات مفتوحة وبالتالي بديد اف كي سألنا المجال ناقص لنهاية ناقص واحد اتحاد سفر زائد لنهاية اذا هذا المجال هذا اتحاد هذا المجال هذا والمجالات مفتوحة السؤال الثاني حدد معادلة المقارب المائل بجوار زائد لنها اذا المقارب مائل هما حددوا لنهنى طبيعة المقارب يتحلمك تقول المقارب المائل يعني تكون المقارب المائل بجوار زائد بي احنا عندي طريقتين باش نحدد هاد المقارب المائل قد نستعمل الخطاط دائما اذا في المقارب المائل فقد يكون عندنا نهاية اللي حسمنا النهاية فلانفيني غلقها لانفيني اذا عندي جوز ديال الطرق اللي ممكننا نتالعه طريقة اللي اولا هي انني كنحسب الليمد دي فل اكس على اكس وغلقها هكا تساولنا ع ومن بعد نحسب الليمد دي فل اكس ناقص اكس وغلقها هكا تساولنا بي ونستنتج المقارب المائل طريقة الثانية هي ان الدالة غتكون مكتوبة على شكل يعني غيبال للمقارب او اعطيوه لي او الا غيبال لي يعني قاعدنا الدالة مكتوبة على هات الشكل هذا على شكل ا اكس زائد بي زائد واحد دالة اش دو اكس ولا دلنا الليمد ده هاد اف دو اكس ناقص هاد ا اكس زائد بي وحسبنا اغلقها وهسافر كما داري هنا الليمد دي فل اكس ناقص ا اكس زائد بي كتساولنا سافر وبالتالي غنستنجو بان السائف يقبل مقاربا او اعفوان غنستنجو بان السائف يقبل مقاربا المايلان معدلجه يجري كتساولنا ا اكس زائد بي اذا جوز ديال الطرق احنا غنستعملهم بجوز نستعملوا الطريقة اللولة والساهلة اذا هي الليمد ديال اف دو اكس اكس ساول الى زائد الى نهاية اذا هي الليمد ديال اكس زائد واحدة للجدر ديال اكس كاري زائد اكس اذا النهاية نهاية ديال اكس فلانفيني هتكون والنهاية ديال واحدة للجدر هي سافر يعني هي الشيطنة فلاش لانا الليمد ديال الجدر ممكن نقوله الجدر بجو نحسب الليمد للجدر كحسب الليمد ديال داخل الجدر الليمد ديال اكس كاري فلانفيني هذه عبارة عن حدودية بجو نحسب الليمد ديال الجدر بجو نحسب فضيح 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 إذا سأعمل الطريقة فضيح ما هي الطريقة الأولى هي أن كتبالي فضيح 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 على شكل أكس زائد وزائد في هذا الحالة إذا نتبهنا بزيار سأجد سأجد إذا لدينا إذا إذن إذن إلا إذن إذا واحدة لا قلنا نعطيها بـ 20 واحدة لـ 20 هي السفل نحن نلقينا النتيجة وبالتالي نقول بأن cf يقبل مقاربا مائلا معادلته y x بجوار plus 20 الطريقة الثانية إذن x زائد 1 على الجدر x إذن الطريقة الثانية نحسب الـ و القوة إذن x زائد 1 على الجدر x كاري زائد x على x إذن إلا بسطنا الكتابة يكون هو الليمت x زائد الجدر x كاري زائد x مضربة في واحدة لا x مضربة في واحدة لا x يعني يعني نستعمل الطريقة بحال الشكل هذا و قلت نرى c إذن هي x إذن هي الليمت إلا ضربنا تكون x في واحدة لا x هي واحد و واحدة لا الجدر في واحدة لا x كما هي واحدة لا x الجدر x كاري زائد x إذن الليمت تتعبير هذا تتعبير واحدة لا x الجدر x كاري زائد x كي تفعلنا صفر وبالتالي كي تتبقى النهاية كي تفعلنا واحدة لا لأن الليمت لأن الليمت لالx الجدر x كاري زائد x هي لانفين واحدة لا بس انفينة هو صفر لأن x بس انفينة والجدر كي تعتنا بس انفينة إذن بس انفينة بس انفينة إذن لقنا هذه المرحلة الأولى الثانية ستحسبوا الليمت ناقص ax وقفل عليها واحدة يعني ناقص 1x إذن شو ساوي الليمت بقيمة ديالها هي واحدة لا جدر x كاري زائد x اكس بس ما اكس أي سافر وبالتالي نسنجو بأن ناقص ناقص بالقناة كتساوي لنا السافر إذن لقناة ا كتساوي واحد وبي كتساوي السافر إذن السافر يقبل مقارب نائل معادلته ناقص ي كتساوي x بشيوار بشيوار في في